قدم مجموعة من المحامين ملفا باسم حوالي 100 منظمة مجتمع مدني ونحو 300 محام إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن إبادة جماعية في قطاع غزة وقال المحامي جيل دوفير في تصريح للجزائر الدولية أنه لا يمكن للجنائية الدولية أن تتنصل من مسؤولياتها تجاه ما يحدث في غزة مؤكدا أن لدى المحامين الدلائل والقرائن التي تثبت أن ما يحدث هو إبادة جماعية للفلسطينيين أمام هول الجرائم التي كيفناها على أساس أنها إبادة لن يكون بالإمكان للمدعي العام تجاهل القضية نظرا لقوة الأدلة والإثباتات التي قدمناها خاصة أننا جندنا حوالي 300 محامي خلال عشرة أيام وهذا يعد إنجازا عظيما فهم قد لبوا النداء من مختلف بلدان العالم والجزائر ممثلة بصفة رائعة وقد بلغني هذا المساء أن بلجيكا تعتزم تمويل أعباء التحقيق بمبلغ 5 ملايين يورو وهذا ما سيشكل دافعا إضافيا للمدعي العام ليتحرك بسرعة المهار نسيقب بسرعة لحديثة الإنسان إلينا كثيرا